اشتركوا في القناة 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 إنه عبد الأصغر عن ثمانة سنين يلعبون يسوّلهم خواتهم ويعطوهم يلعبون فيها بس خواتهم اللي يلعبون فيها أنزل من ضمن الألعاب الأخرى المريحانة المريحانة الجحيف هاي الألعاب نعم الحصة يلعبون الصقلة نجرب نلعب الصقلة للوالدة نطحت بعد خسارتنا الآن فراج مشاهدين الصقلة لحظة لحظة الوالدة نسأل للعاب عشان المشاهدين يشوفون طريقة تيراجي زين يلا هذه هذه للبنات والأولاد ولا بس للبنات للبنات هذا في الليل يبات اليوم يترمسن يلعب مرة وحدة وحدة ومرة هنتين ومرة عقب وفي أحجام للحصة الوالدة هي المدورة هذه ما يستوون أقبار عشان ما بيرومون يلعبون فيها هذه هي الصقلة ويلعبون الصوير يلعبون الجحيف الصوير وحدة تندس ويدورونها ويلعبون الصوير وليلهم ميضة وهذه ما الأولاد هذه شو يسووا دائرة ويوقف واحد مجموعة توقف هناك ومجموعة توقف هناك هو يدور هاي هده وشو يقول موسألة معيتين اليربا معيتين اليربا وفرها وليلحقها ويزخها عاد يركض ويضربوه ويخط لازم ايه في الدائرة هذه إن ما دخل الدائرة زخه وضربوه بهذه ليه نقلب بس زين يوم يضربون بهذه ما يضربون بهذه لا لا بها يضربوه إذا زخوه وما دخل الدائرة وضربوه وإذا دخل الدائرة اسلم وليس يضربوه الشاطر هو واحد واحد الذي زخه هذه من المجموعة هذيك من اللي يزخه يوم يفرها هذا من اللي يزخه زخه واحد بس زخه يشد حيلو على الفرقة يركض يدور يدور لين يدخل الدائرة إذا دخل الدائرة هو اسلم حلو حلو إذا ما دخل الدائرة جميل رقدو علي هذه من ضمن الإلعاب أيضا شو الإلعاب الثاني للوالدة؟ الإلعاب الشعبية وايد إلعاب بس خذ قبل كانوا يلعبون أجانهم لوالدة اللعبوه في الليل في الليل يلعبو للعاب في اليوم يدعون النهار يترشوهم من أخال يترشوهم يترشوهم يوضربو الأبهات تم يترشوه في الليل من أي عمر كانوا يشتغلون ي Pvd و 8 أو 9 سنين يشتغل من الظهار ينزر البنات الأولاد يجبون مدارس و يترشوهم من العصر يظهرون يشتغلون من عصر زهرون المغرب تحطوا عجام وتعشوا من يتعشوا يلعبون البنات رواحا والأولاد رواحا يطيحون الوديان يلعبون يظهرون براء فريج يلعبون 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 والساعة كم يتمون يلعبون الوالدة قبل ما يعرفوا كم الساعة بس يتأخرون والساعة يمكن هدى عشر حين عادة يتأخر الولد يضرب يعني يضرب بالعسو بالعسو ترقع وكان أمو كان أبو كم يتأخر عادة يلسين الساعة عشر عشر ونص دعش لا راح لا بروح أهلي بيضربوني يعني كان يخاف يخافون يعني لأن نبعية الضرب يكون الضرب قوي عليف يعني وإنما بيخاف وطلعوا ريائيل والحريم والبنات طلعوا الحريم يعني ورعات بيوت ورعات هذا ورعات وعلموهم السنع وعلموهم الريامي يصبح التربية الصحية أحيان الأولاد اليوم ما يعرف يقبضها لو يصبحها هو الرياهي ما يعرف كان يقبضها بهذه يصبح يعطيها بالعسماء صح ما يعرف يقبض الدلة بالعسماء حتى هز الفنيان وكفنيان يشهد ويتم واقعهم يوض الدلة لأن يخلصون القهوة ما يلس دلته وهم يشربوا قهوة يمكن يبعوا زيادة ما بدنا نقول اندثرت نقدر نقول انه قلت صاروا الحين دلر ما شهتمام ومن بعد عقوتنا الكنتولوجيا ما أدري شو تابعوا لهذه الأشياء تكنتولوجيا وخلوا دثروا عادات السنع والعادات في ناس لا الله لحد الآن صح عندهم يعني في ناس مضبطين بعاداتهم ومتقاليدهم يعني لكن ما بقوا ذلك الزود لكن يعني بعض الأشياء والله نستانس لما نشوف واحد شخص صغير وسهل لكن يتكلم أو يعرف يعني يقرب الناس يعرف يضيف الناس يعني يسد أنا أبوه في البيت عرفتي وهذه قحافة مال اليحال هاي يسوونها الحريمة والبيدينهم هذه مال البرد عرفتين هذا عشان تلحف ذنين الياه ما يسمونها القحفية كانت الكم هاي كم يسمونها وما اليحال شو يسمونها هاي كلوتي نفس الكلوتي هاي هاي حق زينة يوم يودوا الياهل لما يصفعونون الياهل يحطوا لي التلي يحطوا لي أشياء يعني عشان طربوشها بعد خيور يسوونها فروخة هاي كلهي عشان يزينونه ويلبسونه ولي البرد بعد هاي عادية بدون برد ماشي على ذنين يعني اللي حفظ نهاية ولي حفظ نهاية عن الهواء هاي لمنوا البنات والأولاد البنات الأولاد سادة ما فيها تلي فيها نفس الشي بس سادة بس الكلوتي تكون عادية للبنات والأولاد البنات والأولاد عشان ما فيها زينة ما فيها شي عما اللي ملونها وفيها زينة حق البنات يعني هذه اللي بدون خيط أو هاي تكون للبرد وحتى القطعة ممكن تكون غليظة أو قطعتين غليظة قطعتين شوء هاي اللي فوقير واللي تحططين نعم حلوة هاي من ضمن الأشياء اللي موجودة عندنا نعم نعم جميل يعطيك العافية الوالدة ناصر على هذه الفقرة المميزة الله يخليش بالحل أنت اللي يساب حين أكيد تعبنات معنا لا بدي تروحش نعم نحن نخدم بلادنا ونخدم هذا وطننا ما تقصرين الوالدة الله يعطيك الصحة والأخير وهذا اللي يعني سابنا ونا على القصور تسلمين الواجه والحين بعد هذه الفقرة المميزة مشاهدين ومبعد هذه الفقرة التراثية الجميلة خلونا نتابع بعض المفردات أو مسميات الإلعاب التراثية ومبعدها ننتقل لفاصل قصير ومبعد الفاصل أكيد نرجع لاستكمال باقي فقرات برنامجنا خلكم إيانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة